يفد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعري منه هذا اليوم في أول أيام التروية توقعات الجوية بإذن الله تعالى خلال هذا اليوم تظهر بعض التشكيلات من السحب يتخلى لها الركام الرعدي على الأزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تحديدا في مرتفعات منطقة الطايف ونتوقع بإذن الله تعالى أن يكون معها رياح حابطة قد تؤدي لثارة الأجسبة والغبار وذلك على الأزاء الشرقية من المشاعر المقدسة نتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة الجوية خاصة في ساعات المساء المتأخر على الأزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتتكون تشكيلات السحب الركامي الرعدي في ساعات الظهيرة لهذا اليوم الجمعة على طول سلسل الجبال السروات مع توقعات به طول أمطار متوسطة إلى غزيرة ويبقى التقص حار بوجه عام إلى شديد الحرارة على القطاع الشرقي والشمال الشرقية من المملكة حيث نتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينات الدرجة مئوية كذلك الحال درجات حرارة في منتصف الأربعينات الدرجة مئوية على منطقة المدينة المنورة وعلى المشاعر المقدسة نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون درجات الحرارة العظمى في مشعر ميناء 43 درجة مئوية والصغرى فجر السبت 31 نسبة الرطوبة 70% في عرفات 44 والصغرى فجر السبت 32 مع نسب رطوبة تصل إلى 70% في مشعر مزدلفة 43 والصغرى فجر السبت 31 ونسب الرطوبة 70% أما عن غروب الشمس فتغرب بإذن الله تعالى ليوم الجمعة عند الساعة السابعة وأربع دقائق وتشرق من صباح يوم السبت عند الساعة الخامسة وثمانية وثلاثين دقيقة حجاج بيت الله الحرام نرجو لابتعاد عن التعرض المباشر لشعة الشمس خصوصا في ساعات الظهيرة وفي ساعة الظروة من الساعة الحدية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا اشتركوا في القناة